حذرت وزارة الدفاع الروسية جورجيا من مغبة القيام بما وصفتها تحرشات عسكرية على الحدود مع قليم وسيتي الجنوبية وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية ناموسكو على استعداد لاستخدام القوة للدفاع عن سكان وسيتي الجنوبية من اي عمل عسكري جورجي محتمل لحظة امان في مدينة امنة هكذا تبدو تسخنفة لعاصمة اقليم وسيتي الجنوبية الانفصالي لكن هذه اللوحة تقول انجدنا يا روسيا ممن السير هنا بجانب اطلال اطلال حرب كانت رحاها تدور هنا قبل عام صورة عامة لتسخنفة وهنا تبدو تسخنفة من زاوية اخرى والعلم الاسيتي يرفرف بجانب شقيقه الروسي اما العدو المفترض فهم هؤلاء الرجال افراد القوات الجورجية تبليسي تطالب بالسيادة على اسيتي الجنوبية لكن زعماء الاقليم يحولون دون ذلك سنقرر كيف سنحيا ومع من سنحيا اننا دولة مستقلة معترف بها اود ان اجدد تأكيد تحالفنا مع روسيا التي لا استبعد ان نصبح قريبا جزءا منها يجب التذكير بان نسبة 98% من مواطن اسيتي الجنوبية يحوزون جوازات سفر روسية ويجب على الغرب ان يحتمى هذا الامر قبل اقل من عام كانت القوة الروسية تنسحب من عمق الاراضي الجورجية بعد حرب خاطفة استولت فيها على معظم اراضي هذه الجمهورية السوفيتية السابقة ومن جديد تتهم موسكو تبليسي بقصف عمق الاقليم الانفصالي وزارة الدفاع الروسية قالت في بيان لها ان هذه الافعال ما هي الا محاولة من القيادة الجورجية لاشعال فتيل التوتر في المنطقة وكر الدين على ذلك فانها تحتفظ بحق استخدام القوة لحماية مواطن جمهورية اسيتي الجنوبية والجنود الروس اذا توصلت ما تصفها بالتحرشات والهديدات الجورجية حرب صيف عام 2008 خلفت الغاما حقيقية واخرى سياسية في حقل العلاقات بين جورجيا وروسيا محاولات نزيفة للتوتر مستمرة طوال الوقت لكن ذلك لا يستبعد ان تنفجر الازمة من جديد وفي اي لحظة عبد الرحيم الفارسي بي بي سي